وإلى موضوع منفصل استطاع الفنان التشكلي عبدالله كنعان من خلال معرضه وطن في طمرة ترسيد معاناة الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 لوحات ومجسمات منوعة في هذا المعرض الفنية كل منها تحكي حكايتها الخاصة أهلا وسهلا بك سيد عبدالله كنعان أهلا بك يعني بداية بدنا تحدثنا عن هذا المعرض اللي حمل عنوان وطن وليه إجت حي التسمية للمعرض الصحيح اللي تطلع على الأعمال في عدة أعمال أنه أغلبها أو معظمها بعبر عن المعاناة اللي احنا عايشينها اليوم يعني في مجسمات من فخار ومن طين في لوحات جدريات كلها بتعبر عن الواقع اللي احنا عايشين فيه بعدة انتجاهات لأي اخترت هاي التسمية تسمية وطن لهذا المعرض وطن لأنه بعبر فيه عن معاناة معينة إذا بتلاحظوا في الوجوه بستعملي كثير الوجوه الوجوه اللي هي عمليا بدون تفاصيل حتى فيش فيها عينين يعني ولا إشي اللي هي بدهاش تشوف الواقع الموجود يعني أنا عم بجسد شغلي اللي هي خلينا نقول فقدان الوجه الإنساني اليوم الموجود في معاناة يومية احنا عم نعيشها من كان سياسيا اقتصاديا اجتماعيا محليا وعالميا فبالمجسمات والأفكار اللي انا باكونها هي تعبير عن شو بحس انا وشو بحس مجتمعي بهذا المعرض في مجسم لفتلي نظري كثير اللي هو مجسم العربة الواقف يعني فشو هي بتمسل شو حكايتها هذا المجسم حلو حلو العمل هذا أكل معي وقت كثير صحيح قدي أخذ وقت لا تنجز مثل هيك عمل فني أشهر أشهر يعني العربة هي كانت مهملة بالشارع يعني للنفيات أخذتها كونت منها اشي فالفكرة اللي كونتها اللي هي أخذت الوجوه على الكرة الأرضية اللي هي عبرت فيها عن العالم الموجود عطيتها على العرباي والوجوه هني عبروا عن لاجئين حلو نقول كل بلد هي وجي اللي هي خمسمية وعشرين وجي فيها اللي هي القرة اللي تهجرت وتعبير وابدي أبرز قرار اللي هو الـ 194 اللي كان بالـ 47 اللي هو قرار العودي بالـ 48 قرار العودي اللي هو ما تنفذ فجبت هاي للوجوه كونت على العرباي والعرباي إذا انتمهت لشغلي أنه الإيدين عليها أشواك عليها أسلاك شائكة اللي هي ما تحركت وهي عملين كمان عليها طين عجالها بالطين فقضية ما تحركت من الـ 48 لليوم فعبرت فيها بطريقة بالتقنية الموجودة هون للاسئين اللي ما رجعوا استخدمت الكثير من المواد في هذا المعرض يعني فخار وطين وأسلاك وحديد كل هذه المواد نزبوط يعني نقدر نحكي كمان هي نوع من الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير وكل هذه الأمور نزبوط في عدة فيه كمان عرباي ثاني نفس الشي مائلي بعجل واحد كمان للتعبير نفس المبدأ بحاول أستعمل مواد وأستحدثها اللي هي عملية ملوتي بتكون للبيئة مهملة بحاول أستعمل عنصر جمالي حلو تعبير لقضية كل عمل باتجاه ثاني يعني فعلا أنت حولت هذه المواد يعني اللي إحنا كأناس عاديين ننظر إليها بأنها مواد يجب أن تذهب إلى المهملات أنت حولتها إلى قطع فنية يعني وهذا الشيء يعني تشكر عليه وأيضا يحسب لك أنت كفنان تشكيلي طبعا أنا كثير مبسوط بهاي النتائج وعن بشتل على موضيع ثاني بهذا الاتجاه بنفس المواد ثاني وبستعمل كثير تقنيات وبجرب دائما تقنيات جديدة لنكون إشي من ولا إشي يعني أنت بدك تقولنا أنه في معرض آخر بالانتظار أن يرى النور قريبا صحيح في عندي معرض مدعوين طبعا بـ 27 الشهر في جميع إبداع في كوفرسيف المعرض مكمل لهذا وهذا وفيه كمان أعمال جديدة لإلوان واسمه حصار المعرض اسمه حصار نقدر ناخد شو سبب التسمي حصار شو هي المجسمات أو اللوحات اللي راح تكون مميزة في هذا المعرض حصار فيه مكمل للأفكار اللي هنا عن موضيع بلادنا اللي هي المعاناة معاناة بكل اتجاهات إن كان حصار اجتماعي السياسي اقتصادي شو الإنسان بيعاني من هذه الشغلة فدائما بس تذكره مبينه عشان أظهر أنه الحياة حلوية بكل شي تمام بس برضو في معاناة كيف تقدر توصف لنا واقع الفن التشكيلي هنا في البلاد الفن التشكيلي في البلاد في حركة حلوة ومليحة في كثير ناس بتشتلع لحالها بتطور أمورها وفي فناني كثير بارزين وأنا شخصيا موجود في جمعية إبداع في كفرسي من خمس سنين وكثير في مشاركات وتطور لكثير فنانين متأمل يكون داعم دائما المؤسسات إلا نطور أمورنا ونكمل بما أنه تحدثت عن الدعم أكيد فيك كثير من التحديات التي تواجه الفنان التشكيلي الفلسطيني في الداخل ما هي هذه التحديات بدون شك أنا من سنين ما خدتش ولا دعم كله على حسابي شخصي من مالي الخاص ووقت مواد بدفع مصاري كثير لهون وهون نتأمل المؤسسات فيها عم نقدم عندي جمعية إسا جمعية فن الخزف كان عام فن الخزف بنحاول أن نأخذ دعم من البزرات وعن نقدم وإن شاء الله بيكون إن شاء الله بيكون وبالنظر إلى الفنانين الصاعدين أو الفنانين الشباب كيف تنظر إليهم من ناحية تقييم فنهم وأيضا تقييم المحتوى الذي يقدمونهم من خلال الفن حلو في حركة كثير للشباب الموجود اليوم بالفن بس أنا بأسر رسالة أنه دائما الواحد يشتل حاله يطور أموره يتعلم من الحياة يتعلم يدرس الأمور فيش إشي بيجي عبثي أنا تعبت كثير بشتل كثير بدرس كثير الأمور ومشي هوية يعني بس دائما لازم واحد يحط موضوع قدامه يشتل عليه اللي بيحس فيه أي موضوع بيحبه يشتل عليه يعبر فيه يوصل رسالة معينة لمجتمعه بالعكس مش غلط بس دائما الواحد يشتل أديه أكثر ممتع ممتع جدا ومجتمع مليء بالفن هو مجتمع صحي وآمن طيب سؤال ربما هيك في الإطار السياسي هل تتخوفون من سياسات على الحكومة المتطرفة اليمينية أنت نالكم أيضا أنتم كفنانين فلسطينيين تشكليين وتهدد وجودكم الفنان والله ما أعرف أتأمل أنه يكون دعم ويستمر الدعم للفنانين في الداخل لأنه الأكس هذا هذه الدموقراطية موجودة كل أحد أعبر عنه بطريقة بطريقته والأكس أتوقع إن شاء الله بكون مليح طيب أي دعم بحاجة له الفنان الدعم المادي الدعم المعنوي أي دعم الذي يحتاجه الفنان أكثر فنان بحتاج كثير لدعم مادي عشان يقدر يتواصل ويكمل ويمول المشاريع اللي بيعملها دعم مجتمع منحب كثير الناس تيجي تحضر يعمل معرض ويحضر ناس كثير هذا إيش كثير ممتع بيطلعوا بجو وحلو ومريح بدنا الناس تحضر أدي أكثر معارض يحضر مصرحية يحضر فيلم يجي يحضروا معرض إن المعرض هو رسالة الفن هو رسالة لمجتمعنا كل الاتجاهات صحيح الفنان التشكيلي عبدالله كانعان اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر ونلتقي في معارض جديد لك شكرا لك جزيل الشكر إلى ملفنا الثالث لهذا اليوم تتواصل جرائم القتل في المجتمع العربي في مشهد يبدو فيه فقدان السيطرة من قبل الشرطة الإسرائيلية واسطا عدام الأمن والأمان وزياد نفوذ عصابات الإجرام التي باتت تعمل في وضح النهار دون رادع أو خوف من سلطات إنفاذ القانون سمح وتد توافين بالمعطيات الجديدة الساطرة بشأن ملف الجريمة والعنف